ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرسي كونستانتينوس قامبوس جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين في نيكوسيا خلال المباحثات اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين كما تنوال أيضاً سبل تعزيز التعاون في إطار آليات التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرس وتترقت البلقشات أيضاً إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة حيث توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحرقات الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية